لكن خليه روح لما بعدها شوية وهي انك انت من بعد المحطة دي راح لكاس عالم هل شايف انه الفرصة مهيئة قدام الاهلي او قدام مارس الكولور انه يحضر او يجهز البطولة يمكن تكون الاكثر جماهيرية يمكن على مستوى الالقاب والاهمية مش هي نمرة واحد تقالي على مستوى الالقاب والاهمية تشامبيونزيج افريقيا هي الاهم بالنسبة لجماهير لكن على مستوى جماهيرية مشاكلة اهلي في كاس العالم بالتأكيد هي نمرة واحد هل شايف انه الفترة دي كافية ان احنا نرجع تاني عن تراك هل شايف انه محطة شباب له ازداد لازم تبقى محطة رئيسية في الاستعداد لكاس العالم ولا ده مش وقت الكلام ده واحنا هناخد كل مرحلة او كل محطة او كل مباراة كبطولة منفصلة عن التاني انا المتطفق مع الرأي التاني في ان احنا ناخد كل مباراة منفصلة او يعني على حدة زي ما بيقولوا لان انت دلوقتي عندك بطولة الكاس العامل الاندال مستويات مختلفة عن المستويات اللي انت بتجاه في افريقيا او في الدوري ايه على طبعا كتير ايه بتلاعب مختلف تماما في التحاد جدة لو تعديد التحاد جدة فلومنينزي بيضم عدد من اللعبات فلومنينزي في سيتي فهاش غير ان احنا ندعي بعد كده نشوف بقى مرسل كولر ايه اللي هيعمل عايزين نعب جيم كويس قدام السيتي بس الضبط مش مطلوب من الاهلي يعني طبعا يا ريت او محد شكرا او كلنا نتمنى لاليكسا بالسيتي ده شيء مفوش نقاش طبعا بس يعني انا بقول انه 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 الاهلي العالم كلها تكلمت عليه حتى وهو بيخسر من ريال مادريد وبيخسر من باير ميوليخ والكل اشد بالاهلي ومع العروض الرائعة اللي قدمها قدام الهلال ومونتري وبلميراس وقدر انه يكسب الاهلي النهاردة بقى في حتة تانية والعالم كله بيبص للاهلي بكل احترام التقدير فلما توصل لو نجحت ان شاء الله يعني انك توصل للسيتي الجماهير نفسها انشوف مش طلبة منك حاجة انا كانت لعب جيم كويس قدام منشوف السيتي بصبت هذه القصة انك بتلعب من غير دغطات فبتقدم افضل ما عندك هذا اللي حصل في مبارات بالميراس اللي كسبناها على المركز الثالث وده اللي حصل في مبارات ريال مدريد اللي يمكن النتيجة كانت خدعة جدا جدا فيها واقدمنا مباراة كبيرة جدا من مرسل ومحد فزعل من النتيجة لا 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 انا واحد من الناس كنشاف النتيجة كانت ظلمة ظلمة تماما بعد اللي حصل لكن هارجع لسؤالك يا احمد وهي فكرة ان الراجل عنده فعلا وقت ان هو يجاهز او يجدر الدوافع في الفرقة قبل بطولة كاس العالم الأندية وقته دايق جدا من بداية السيزون يعني لو هنكلم على وقته اصلا ما بين الفرق ما بين المطشاط وقته دايق جدا سواء في الشامبينز ليج او في الدوري او حتى بطولة السوبر الافريكي او بطولة دوري السوبر الافريكي نفسه كل الحاجات دي كانت ما بينهم فرقات قليلة قوي لو تلاحظ احنا مباراة لائبنها بعد التوقف الدولي بس 3 إيام كنا لعبين بال ¿الأربع؟ مش التوقف دولي كان الأخر مباراة ال shouldn't be طولة الجزائر وبعد這種 di fiery وبعد ذلك رتح لعب بسيمة بعد بعد التوقف والصيد star بسيريليون بعد That impersonation رأيهاً خلف الافريكي كانت المباراة ميديمة ميديمة مبلغs مباراة الجونى ومباراة الأخيرة هيانج africans سموحة إلى اصابات في فساعة الم 꼭 وقبل الماتش ويانج أفريكانز قبل الماتش على طول بيتصاب محمد عبد المنعين. غير طبعاً الإصابات اللي بتحصل في بطولة السوبر. فكل الحاجات دي عوامل مؤثرة بشكل سلبي أكيد على اللي الراجل بيعمله. ولكن الناس هجمت مارسل كولر بشكل كبير جداً في مباراة سموحة. وكان الهجوم من المدرجات نفسها أو شخص هجمه. كل واحد ليه الحق أنه يهاجم الراجل. لكن هل مارسل كولر يسأل عما حدث في مباراة يانج أفريكانز مبارح؟ لا يسأل. أنا متفق مع سعيد في بداية كلامه لما قال مارسل كولر أكثر حدث ظلم وأكثر حدث ظلم. سواء تشكيل هو بدء بالعناصر اللي بدأ المباراة هي أفضل العناصر المتاحة.